طيب احنا عندنا لدي تلات ملفات عايزين نتكلم فيهم كالسوبر الافريقي والتحاد السكندري ومنتخب الولمبي بقيادة ميكالي وكمان طبعا منتخب الشباب موليد 2005 سريعا كده كأس السوبر الافريقي شايف الماتش هيروح فين توقعاتك للاداء أبرز النجوم اللي ممكن يكون لهم مردود كويس في الماتش يوم الجمعة أنا طبعا عبدأ بنادي الزمالك نادي الزمالك هو حزوزه أقل كتير من نادي الأهل في جهازيته الناس كلها شايفة أن جهازية نادي الزمالك أقل كتير في الماتش اللي تلعب في أفريقيا ودي حاجة بينا جدا وإنما في حلول ممكن نادي الزمالك لو في تشكيله قدر أنه هو يحطها يعني حركت بتتكلم عن التشكيل اللي هو ممكن لقى الزمالك العبي تاني لا محتاجين أن في تغييرات تحصل كنات الزمالك كهوة تشكيل ده زي مين مثلا؟ يعني مثلا أنا شايف أن محمد حمدي ممكن يلعب هو باكليفت مكان عمر جابر وعمر يلعب مكان الشحات والشحات يلعب مكان ناصر وناصر يلعب مكان عبدالله سعيد يعني عبدالله يطلع عبدالله أنا شايف أن حركته في آخر ماتش مش هي حركة عبدالله سعيد السن ممكن يكون بدأ يظهر شوية عليه أو عدم جهازيته لأنه إحنا لسه الأولى المسلم طبعا مش عايزين نحكم على حد عشان ما نظلمش حد لكن عبدالله ما شاء الله أنه هو قاعد طول الوقت ده هو تنحافظ على نفسه أنه هو موجود في نادي زينة الزمالك فدي حاجات تتحسب له يعني بس أعتقد نادي الزمالك بيلعب يعني طريقة اللاعب وطريقة أداءه مختلف شوية عن طريقة الأهلية أداءه ممكن يكون بيدغط نادي الزمالك بيحب أن هو يحتفظ به الكرة بيعلي الرتم وبينزل الرتم واللعيبة اللي بتعمل ده في نادي الزمالك هما يعني يا إما ناصر يا إما عبدالله يا إما الشيكباله بس هو طبعا عبدالله أنا شايف أنه هو وجوده المطش الجاي مش حيفيد نادي الزمالك من بداية المطش مطش نادي الأهلي عنده ثلاثة في نصف ملعب قوي جدا لعيبة صغيرة في السن عندهم مجهودهم عالي لعيبة كرة يعني فيهم فيهم حد بيخبط وفيهم اتنين لعيبة كرة يعني أكرم نتالي هو بيخبط شوية وبيعتمد على حياتة صحته إنما إن كان إمام ومروان برضه بيعتمد شوية على صحته بس عنده كرة كويسة فطبعا ده لازم يقابله شباب في النادي الزمالك عشان يبقى خاطر العركة كلها تبقى زي نحن نقوله إسكندراني عاركة كلها تبقى في نصف ملعب نصف ملعب اللي حيبقى أحسن هو اللي حييرك بمتش يعني مثلا أنت عندك الحتة اللي قدام في الأهلي أو في الزمالك كويسة يعني زيزو لعيب كبير جدا ومن أحسن لعيبة اللي موجودة في مصر صحيح بيتحياء لي برضه أنا شايف أن الجزيري يعني وقت نظر جزيري ما يبدأش أنا شايف أن فيه لعيب جامل المحلة تقريبين سمو حسن أشرف الراجل كان حده في الدوري لا لعيب صغير لازم ياخد ده أنا شايف أن ده ياخد وياخد يبدأ بي أه طبعا ده مستقبل نبي شايف أن ده لازم ياخد وياخد السقة كمان الراجل نزل لعب حوالي ربع ساعة ولا تلت ساعة في المطش الأخير عايز يقول أنا موجود وعمالي عافر وإنت عايز نوعية القماش دي في نازل زمالك دلوقتي اللعيبة اللي هي حبة الكيان اللي هي نزلة عندها روح أن هي تكسب بعيب بقى عن أن ده خبرة ومش خبرة والكلام ده كل الحاجات دي ممكن في المطش العيب ياخد سقة يبقى الوضع بالنسبة له يفيد نادي كله يعني تبقى تعمل مصطفى محمد جديد فدي حتة تفيد نادي الزمالك طبعا دي بترجع للفكر وشخصية المدرب لو المدرب وهو يعني فكر وشخصيته جمدة بيقدر يسيطر على المواضع ده وطبعا بترجع في الأول لو يشيل مسئولية في الأول للآخر بس طبعا إحنا كناس بنفهم في الكورة والعب ده كورة أنا أقدر أقول لك ده تشكيل زمالك لازم يكون ده يعتمد شوية على الشباب الشباب اللي أخد خبرة في الدوري الممتاز الناس دي لعب الدوري الممتاز وأخد خبرة الدوري الممتاز بس ممكن يقول لك مثلا يعني ماتشات زي دي اللي هي بطولة من ماتش واحد ما تقدرش إن انت ترمي فيها ناس ما عندهمش الخبرة الماتشات دي بتتلعب بالخبرة رأيك إيه بس هو لازم معها الخبرة يكون فيه مجهود وعطاء خبرة دي بتجي من عدد المباريات والضغط النفسي على العيد بيعمل بقى حتة الخبرة اللي هو عنده خبرة زي قفع كورة زي ما يخافش من الجمهور كل الحاجات دي في الممتاز ترجمة نانسي قنقر